السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصعد الله وأوقاتكم طلاب الأعزاء طلاب الصف السادس نكمل في مادة اللغة العربية درس الكتابة مراجعة الألف اللينة في أواخر الأفعال الثلاثية الألف اللينة في أواخر الأفعال الثلاثية تكتب بطريقتين إما ألف قائمة أو ألف مقصورة أو على شكل غير منقوطة متى تكتب قائمة ومتى تكتب مقصورة؟ تكتب الألف اللينة في أواخر الأفعال الثلاثية ألف قائمة إذا كان أصلها واو إذا كان أصلها واو حرف الواو أما تكتب الألف اللينة في أواخر الأفعال الثلاثية مقصورة إذا كان أصلها ياء ولمعرفة أصل الفعل الثلاثي المختوم بألف لينة نأتي بالمضارع منه كيف؟ فمثلا أقول دعا كيف تكتب الألف اللينة في آخر الفعل دعا؟ هل هي قائمة أم مقصورة أو على شكل ياء غير منقوطة؟ نأتي بالمضارع من الفعل دعا ما مضارع الفعل دعا؟ دعا فعل ماضي ما المضارع منه؟ يدعوه انتهى بواو إذن تكتب الألف قائمة أكمل الأفعال الآتية بما يناسبها من صورتي الألف اللينة ألف قائمة أو مقصورة أو التي على شكل ياء غير منقوطة ألف هدى الحكيم الناس بحسن نصحه الفعل هدى فعل ثلاثي آخره ألف لينة هل نكتبها ألف قائمة أم ألف مقصورة؟ هدى قلنا أن لمعرفة كتابة الألف اللينة في أواخر الأفعال الثلاثية نقوم بالمضارع منه فكلمة هدى فعل ماضي ما المضارع منه؟ يهدي وانتهى بيا فتكتب على شكل ألف مقصورة با دنى فصل الشتاء دنى من الأفعال الثلاثية لآخرها ألف لينة كتبت قائمة لماذا؟ دنى يدنو لأن أصل الألف واو جيم جنى جدي ثمار الزيتوني جنى يجني آخرها ياء فكتبت على شكل ياء أو ألف مقصورة دال دعا المؤمن ربه بخشوع دعا كتبت بألف قائمة لماذا؟ لأن المضارع من دعا يدعو انتهى بواو فأصل الألف واو فتكتب ألف قائمة إذن الألف اللينة تكتب في أواخر الأفعال الثلاثية ألف قائمة إذا كان أصلها واو أما إذا كان أصلها ياء فتكتب على شكل لا غير منقطة أو على ألف مقصورة ولمعرفة أصل الفعل الثلاثي المختوم بألف لينة نأتي بالمضارع منه السؤال الثاني اختر الكتابة الصحيحة للألف اللينة مما بين القوسين فيما يأتي جاء في نشرة الأخبار الرياضية تدرب اللاعب مع رفاقه وفي أثناء المباراة مشى سريعا داخل الملعب لاحظوا كلمة مشى بألف مقصورة أو مشى بألف قائمة أي الكلمتين هي الكتابة الصحيحة للألف اللينة مشى الأولى أم الثانية قلنا نأتي بالمضارع من مشى مشى يمشي مشى يمشي انتهى بياء أصل الألف هنا ياء فأكتبها على شكل ياء غير منقطة أو ألف مقصورة إذن أختار الكلمة الأولى نكمل دنى من حافة المرمى لدي دنى بألف قائمة أو ألف مقصورة أي الكتابة صحيحة؟ ألف قائمة لماذا؟ لأن المضارع من دنى يدنو أصل الألف هنا واو وتكتب ألف قائمة إذا كان أصل الألف واو ثم رمى الكرة بقوة رمى بألف مقصورة أم بألف قائمة رمى يرمي انتهت بياء فتكتب ألف مقصورة